السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة التقس بالمغرفة ان شاء الله سوف نقدم لكم ابتداء من يوم الخميس والايام القادمة التوقعات الصادرة على النماذج العالمية ابتداء من يوم غد وكذلك ان شاء الله سوف نقدم لكم المدن المعنية بالتفصيل فاولا اخي اختي اذا كنت تشاهدوا القناة الليلة اخواني الاعزاء لات قريبا 60-70% كنت تشوف الفيديوهات ونقدرش اشترك معرفت شلاش الاخوة الاعزاء نشجع شوي المحتوى الهاديف بلايك وبارتاج وكدو في القناة ما فيها باس محتوى هاديف نسان كتفرجوا مقدرش تشترك ولايك ما تدروش ليك وبحالا تخلص عليه الدوفيس المهم اخوان شكرا لأي واحد درنا لايك وكيشجعنا ومتسوش اهم حاجة اخوان لايك وبارتاج اخوان المهم ان شاء الله نمشيوا التوقعات ان شاء الله ديال اليوم غد والايام القادمة فمن المتقع بإذن الله اليوم غد ان شاء الله تقدم هذا المنخفض ان شاء الله الى المملكة سيؤدي الى امطار عاصفية وجد قوية وتولوج كدلك مهمة اما بالنسبة ليوم غد ان شاء الله المدل معني ان شاء الله بامطار الخير فسوف تستمر امطار الخير على اساقن وتونات قرية ابو محمد وتازة وجاله سيد علال التازي وباط القطار تلال ريباط والماس خنيف راما تساقطت بعد تولوج على تونفيتو ايميلشيل وزود شيخ ابن ملال امطار نسبة تبقى ضعيفة ومتفرقة بحول الله بالنسبة لفترة بعد الزوار بإذن الله فيتوقع استمرار هذه الامطار الخير على الشمال المملكة على اساقن على اساقن وللا من منوزان اساقن وكدلك تاونت اكنول وتازة وسيد سليمان سيد علال التازي وقرية ابو محمد والرباط بإذن الله وباط القطارات ربما تسر حتى الدار بيضاء وإفران وسكونة بالداز وكدلك اخنيف راما والمس امطار نسبة ضعيفة ومتفرقة بالنسبة ان شاء الله الفترة الليلية فيتوقع استمرار هذه الامطار الخير على الشمال الغربي للملكة وكذلك الفاس ومرتفات الريف والرباط والعرائش وطنجا بإذن الله واشف شاون بإذن الله وكذلك الشمال الغربي للمكز تكون اجواء بنسبة غير مستقرة مع شمال زخاتش مطري بإذن الله ما اعتقدم هذا المنخفض سيؤدي الامطار عاصفين سوف نقدم لكم المناطق المعنية بالتفصيل فأرجو مشاهدة الفيديو الاخير لكي تعرفوا المدر المعنية ان شاء الله للفترة الصباحية من يوم الجمعة بإذن وكذلك الناظر وإساقن وشف شاون تطوان وطنجا أصيل العرائش للاميمونة والزان سيد علال التازي قارج بو محمد فاس وكذلك مكنا سيد سليمان الريباط والخميسات الرماني بن سليمان الضار بيضاء القارة برشيد والماس أمطار حاضر على المحمدية وسالة أستات خريب قولة فرجة الجديدة الولدية سيد بانور أساف اليوسفية بالنسبة ان شاء الله للفترة بعد الزوال بإذن الله فأميرا مرتقب استمرار دي الأمطار الخير على عدة مناطق من الملكة والمدر المعنية ان شاء الله هي وجدة وجرادة وبركان وتوريت وقرسيف تطوان وطنجا أصيل العرائش للاميمونة والزان سيد سليمان ومحمد فاس مكناس الخميسات الرماني بن سليمان دار بيضاء الرماني بن سليمان والماس تسقطات تولو شوق مرتفعات إفران وكذلك سكونا مداز أمطار حاضر على خنيفة وزود الشيخ وكذلك واتزم خريب قاسطات أمطار حاضر على البروج وقلع تستغنى وبني ملال وأزيلة لأقادير بعشيبة ومراكش وشيشاوة وكيمدن وأمزميز وأمتانوت مع تساقطات تولو جامع فوق المرتفعات الأطلس وأمطار حاضر على أيد داود مع هبوب الرياح نسبية قوية وأمطار حاضر على تيرودانج والتيروين وإتباه هوب الفاع وكذلك سيد إيفني وتافراوت بإذن الله بالنسبة لباقي المناطق الأخرى فستكون أجواء نسبية مستقرة إلى قد السعوب محتمى على أصمارة بإذن الله وكذلك العيون أما بالنسبة كذلك إن شاء الله للفترة الليلية فأمن المرتقب بإذن الله يستمر بعض الزخط المطارية بحول الله على مرشفات الأطلس مع تساقطات تولو جامع فوق مرشفات الأطلس الكبير ومطار حاضر على ميدلت وخنايف روبني ملال وابن جرين ومراكش شيشاوة والرشيدية بحول الله وكيكو وكذلك تازا ومرشفات الريف بالنسبة لأقالي مجنوبيين بك ستكون أجواء غائمة على أصمارة محتمى لبعض القطارات المطارية الضعيفة ومتفرقة بيتوقع بإذن الله اليوم السبت إن شاء الله أن تستمر بعض تساقطات المطارية أقصى شمال مملكة مع تساقطات بات تولو جفوق المرتفعات على أمطار حاضر على بابرد والعرائش وتازا الريباط وقد تصير حتى الضربدة وكذلك الجديدة وخنايف روبكيكو بإذن الله بالنسبة لفترة مسائية فيتوقع استمرار للزخات المطارية وتساقطات تلجي فوق المرتفعات الأطلس على خنايف روبني ملال واتبانت وكيكو بإذن الله وتازا وإفران والريباط بعد تساقطات المطارية بالنسبة لأقالي من الجنوبية للمملكة ستكون أجواء مستقرة إلى قائلة سحب بالنسبة ليوم الأحد فتوقع بإذن الله أن تكون بعد تساقطات المطارية على الشمال الغربي للملكة والمدل المعنية إن شاء الله فهي إفران والخميسة شرربات جديدة طربيداء أسطاة وكذلك سيد سليمان تازا بابرد الحسيمة والواجهة المتوسطية على الناظر وليتوا بابرد بالنسبة لفترة بعد الزوال إن شاء الله فتوقع أن تبقى الأسوأ ومستقرة إلى قائلة سحب بالنسبة ليوم الأثنين فتوقع بإذن الله كذلك أن تبقى الأجواء ومستقرة إلى قائلة السحب محتملاً تدخول كذلك بعد تساقطات المطارية الجد العاصفية والقوية خصوصاً على المناطق الوسطى وخصوصاً على السواحل الوسطى للملكة مطار جد عاصفية على كذلك بن سليمان الرباط القارة برشيد الجديدة أولاد فرستات الوليدية أمطار وعواصف ردية قوية مطار عاصفية جداً وكذلك اليوسفية وأسفية وخمسة الحجم مع هبوب رياح نسبية قوية كذلك على السواحل الوسطى للملكة بالنسبة للفترة المسائية فيتوقع استمرار بعد تساقطة المطارية على الثويرة وشيشة وإداود وإمجانوت وكذير واسوس بالنسبة إن شاء الله لليوم الخامس فستكون أجواء منسبياً مستقرة إلى قليلة السعب في معظم مناطق المملكة بالنسبة اليوم كذلك الجمعة ثلاثة إن شاء الله فيتوقع أن تبقى الأجواء بدون تغيير كبير وإلا